شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت برئاسة معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب مصري وأردني مشترك لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وقد صدر عن الاجتماع قرار مقدم من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردني الهاشمية أكد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة وعن الأمن القومي العربي وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية بما يحول دون الضقوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوى على حساب المصالح العربية وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تأمينا لوحدة الشعوب بعيدا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية والتأكيد على ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة وأكد القرار على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية والتأكيد مجددا على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف كما أكد القرار على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات صلة ومبادرة السلام العربية وحث القرار كل الأطراف الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وأكد القرار على أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية بناء على المرجعيات الدولية المعتمدة تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وللشعوب المنطقة بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام